موسيقى ويشهدوه القضاء والقضاء فيما يتعلق بالحوار وفيما يتعلق بالتشاور حسب حول المسائل القضائية ومنها المسائل المتأكدة المتعلقة بظروف المادية للقضاء وظروف العمل المحاكم المرتبطة أساسا بالمحاكمة العادلة كل الحكومات يعني كنا نتقابلوا معها ونجلسوا معها ونتحاولوا معها ونقدموا لها مطالبنا يعني رغم الظروف اللي كانت ظروف متع أزمات شديدة وظروف متع أزمات أقل حدة ولا حتى معناتها ظروف عادية إلا أن اللي نشهدوه اليوم هو هذا الانسداد لأفاق الحوار ستة شهر من بعد تشكيل الحكومة حكومة الوحدة الوطنية الحكومة ووزارة العدل لم تستقبل أي هيكل مهيكل القضاة لا وبل حتى مسؤول قضائي ما تم استقباله الإداري ومجلس القضاء المالي مع أنه هو عنده مسؤولية تجاه القضاء المالي والإداري وهذا هي كل كل يواجه بالتجاهل التام نتني من نجم فانتني بعد ستة شهر يظهر لي ولا من المعقوب القضاة يتهمشوا بشكل هذية معناتها في الاستماع لهم ظروف العمل في المحاكم والوضع المادي للقضاة مهمش مطابقين للمعايير الدولية خاصة أنه الميزانية المرصودة للعدالة في تونس لا تتجاوز 0.7% أقل من 1% من ميزانية الدولة تقرير المقرة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين بعد زيارتها لتونس في التوسيئات تقرير واضح تقول أن الميزانية المرصودة للعدالة والتي هي أقل من 1% من ميزانية الدولة 0.7% مرصودة للعدالة أقل من 300 مليار للمحاكم بأصنافها الكل العدلي والإداري والمالي الميزانية هذه أقل من المعايير الدولية لأن المعايير الدولية تقول أنه لابد على الأقل أنه تكون الميزانية المرصودة للعدالة لا تقل عن 2% من ميزانية الدولة بين 2% و 6% في التجارب الدولية وبالتالي الوضع في تونس يعني يفسر يعني تفهم به علش الظروف العمل اللي هي في المحاكم العدلية والإدارية والمالي هي ظروف متردية ومتردية جدا سواء بالنسبة للقاضي أو للمتقاضي كيف كيف بالنسبة لأجور القضاة نحن كنا من 13 أكتوبر 2015 قدمنا مذكرة إلى رئيس الحكومة سيلة حبيب السيد أن ذلك مذكرة مفصلة بخصوص الوضع المادي للقضاة وفيه مقارنات سواء المستوى الوطني أو الدولي وبينا أن أجور القضاة في تونس هي الأسوأ من الأسوأ الأجور في العالم تحرك القضاة اللي متمثل في الإضراب ولي بتبعت الحالة باش تتلوه تحركات أحنا ومداء استجابة معنتها يظهر لي يظهر لي الأدنى المشروعة هو أن القضاة يطالبوا بأنهم يتسابعوا شكرا